موضوع آخر الشأن الاقتصادي في تونس شنو حوالنا اقتصاديا للأسف كيدا حوالنا مضع ضع منظر اقتصاديا هو ترح السؤال في حد ذاته فيه برشة سفزاس ونزع مشغلات غير من البارح لليومة ولي نقوها هزمة علش لي مش قالت مش نواليو كيما دبي الأخت العرفة الأخت العرفة النظرية متاحة لحد الآن يذور لي تعكي على بلاد أخرى مصررة وحتفة اخر تصريحات لها قالت مصرر أنه تونس رأي بشتوالي كيما دبي ما قالت شوارتش بشتواليو بيانسور كيما دبي فيش الساعة خل نفهمه بذلك كيما دبي لكي فيش يجبنا شوي يلا نمشي وتتسويت فقرتنا المويلية اشتقال في راديو ميد البرح كان حاضر استاذ الاقتصاد معزل جودي كان حاضر معنا في برنامج ميدي ميد من بين تصريحاته تحدث على خوصصة المؤسسات العمومية قال أنه تونس ماشى نحو خوصصة بعض المؤسسات العمومية ولكن استغرب من خوف الحكومة من الخوصة وأكد أنه هذا أمر معمول به في عدد من دول العالم نسمعه نرجو لو ناخدوا موضوع الخوصة الصحيحة ما فهمتش شنو المشكل معنا ما فهمتش شنو المشكل عليش معنا تكونش جرام شجاعة سياسية بشي تقوله اليوم راه مؤسسة دي معناتها العديد منها في طريقها للإفلاس وراه في العالم الكلو تصيروا عملية خوصة وراه من مصلحة الدولة أنه نخوصوا بعض المؤسسات وهو طريقة الخوصة وهو كيفش مش تمب العملية وهو معناتها دي مارش أسويفر عليش معناتها حاشم انتي وتخبي فيها الحكاية وهارب منها وتكذيبه عليه عليه ماشي أنا هني نقولك ماشيني خوصصة بعض المؤسسات العمومية ماشيني الخوصصة ياخي هذه مديرة عامس ودوق نقل دولة ميفادل كوش رامل الناس يا دومة ميلعبوش عليش انتي الحكومة خايفة من حكاية دومة ياخي الخوصة ساسار تقبل في تونس وتصير في العالم الكلو مهيش بدعة معناتها مهيش عمل شيطاني مفهمش أنا شنية هالمصيبة الكبيرة على حكاية الخوصة هذي تيمون خوصصنا قبل البنك الجنوب أو كتوى اللي بس عليه كان فالس خوصصنا اتحاد العام ساسبون اتحاد الدولي للبنوك خوصصنا المغازة العامة خوصصنا للسيمانتري اللي بس عليهم ويدخلوا في الدوفيز ويدخلوا معناتها في الضرائب للدولة وبره السيدية ايا ناخدوا هذي وكلت تبغوا الواقع تيم سئتي هي اكبر اكبر فضيحة لتونس وصمت عار وفضيحة معناتها وحاجة بتعناها ببلدان متخلفة انه هذي معناتها مؤسعة ومي بلدان متخلفة يا وحدها ومو نبول وخافة عليش منظر هذا تصريح معزل جودي نتفكروا انه الأسبوع الفارد صار برشا جدل وبرشا كليم وتعليقات على تصريح الامين العام للاتحاد العام تونسي شغل نوردينة طبوبي اللي قال انه تونس ماشى في بيع بعض المؤسسات العمومية تحدث على بنك الاسكان تحدث على وكالة التبغ والوقيد وتحدث ايضا على بعض الارصفة في ميناء رادس تصريح معزل جودي هذي يقول لك الحكومة عليش تخبي اليوم عليش خايفة من هذي لانه البارح زادا كان النطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي تحدث واجاب على الموضوع هذي قال بانه برنامج الاصلاحات اللي قدمتوا الحكومة الصندوق النقد الدولي ما تضمنش التفويت في بعض المؤسسات العمومية وقال انه الحكومة بش تدرس وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة وبش يتم بعد تقديم مجموعة من المقترحات مؤكد انه اولوية الحكومة هي اصلاح جميع هذي المؤسسات وقال انه ليس لدينا خطة لبايع المؤسسات العمومية ومتشابثين بها واولويتنا الاصلاح ما بين تصريح نوردين الطبوبي اللي يقول راوماشين في التفويت وتصريح الناتق رسمي باسم الحكومة يقول هذي مش موجود وفهمش منه اولويتنا هو الاصلاح معزل جودي يقول لا يفهمه ولكن هما خايفين من انهم يعلنوا هذا شكونا نصدق احنا تو شوف يلزم نفهم حاجة طبو معزل جودي انا في الوبسيون لبيرال انا متدرب على الوبسيون لبيرال ونقول لك اكثر من هذا يلزم خصخصة كل المؤسسات دون استثناء وليس للدولة اي دور اقتصادي الدولة عندها حاجتي توفر البنية التحتية والجيبية عندها الجيبية تصدر التشريعات ثم توفر البنية التحتية فقط دور الدولة هو هذا اكثر من هذا تحب ندزه المنطق الليبيرالي الى حدود القصوى ما عادش حتى دور لا في النقل لا في الصحة لا في التعليم كل شيء هذا الخيار الليبيرالي اما وقتها تعرف شنوه النتيجة علش شنوه النتيجة قول انتي نتيجة كارثة اجتماعية علش انه اول حاجة عندك اللواء انتي كارثال مش اربع من الناس يتحكموا في الاقتصاد ونحن عنا تسع عائلات حسب كل الدراسات والمعطيات هم رفيدهم الاقتصاد التونسي التسع عائلات هذوكم اللي جيوا قبل البنعلي باش نبدأ واضحين به اللواء انتي كارثال مقاومة الاحتكار المنافسة الشريفة وبالطبع لإيجاليتة دي شانس لإيجاليتة دي شانس كيفاش في الحالة هذي صعيبة باش تضمنها المسألة الثانية لطور ريجولاشن دي مارشي اللي حكى لها دام سميث ما هيش بالضرورة مضمونة يعني فيه تداخل ما بين المؤثر الداخلي والخارجي الدولة وفاة وقت اللي جيت حطت في يدها المرفق الاقتصادي من خلال الشركات هذي شكنت الغاية شكنت الغاية رقم واحد غاية اجتماعية أنها تشغل شمنتها غاية اجتماعية وأنها تشغل ما كانتش الغاية لتربح لمؤسسات هذي الغاية أنه عندها أني كليبر كونتابل ولي كليبر كونتابل يسمح باش إلى حد ما بشوية خسارة اللي تخلي الناس تشتغل وتحل ديار وتحرك الاقتصاد في مستوى الطلب بالسوق في مستوى الطلب المستوى الثاني اللي زاد كذلك لا يستهانوا به وجل ربناها نحن في الكوفيد أن الدولة ان تانك اجن ايكولوميك في قطاعات معينة كفاة الاقتصادية الدولة تكون ضامنة للأمن الاستراتيجي شفنا هذا في حكاية الالكول ووقتها وفي حكاية استخراج الالكول وشفنا هذا في عديد المجالات يعني أنا شنقول صحيح ستنقفر فنانسي صحيح هذا يتسبب في خسائر كبرى لكن ما يلزمناش ننطلقه بحكم مسبق ايديولوجي أنه ليبراليا يلزم نخسخص ونبيع وإلا اشتراكيا نمشي في اتجاه الدولة الراعية مرة أخرى واضح منظر كيف تحادث على الاتفاق مع اللاثمي معزجودي يقول لك أنه ويرد أنه الاتفاق ما يتمش وإدارة صندوق النقد الدولي تتراجع على الاتفاق المبدئي مع تونس في هذا الاتار تحادث معزجودي نسمعه نرجو فما أطراف أخرى وفما معانتها كما يقولوا هاي كوية الترقيم ما دوبان نحكيو عليهم وفما لقاعد طبعا فشاء الاختسادي كان بشي يخرجوا لأرقام بشي يكونوا حقيقة معانتها أرقام حقيقة دانسلبي للغاية وارقام بشتفجع بشتفجع الناس الكل هذا هو ما قاعدين يخبيوا ومعانتها وهذا يراه موش في صالح الحكومة كما مش في صالح الحكومة زادة كانت حابوا نقدم شوية إيمان نحكيو على هالبرامج الإصلاحية المبرمجة معانتها في إطار هالأتفاق جديد معنا صندوق نقد الدول إن شاء الله يتم هو أنه ما فهمتش أنا عليش وارد كونه ما تمش ببينسور سياسيين ببينسور فما مجلس إدارة وفما بلدان كما أمريكيا وكما بلدان أخرى اللي هي زوز سيناتوريات الأمريكان وفهمت معانتها البلينكين اللي هو كاتب الدولة الأمريكية معانتها فما فما سارت حاجة نجم تسير نجم تسير مجلسي ده نجم حاجة أما سارت صارت في حكاية اليونان وصارت في عدة معانتها كما يقول معانتها برامج متاع اقتراض أنه تكنيك مون كما تسير في البنوك معانتها في البنوك من زي كي بتكنيك يقول لك أي أوكي يدينا عطيه قرض ولا لي ونجم مجلس إداري يقول لك لا أنا ما نمشيش معه ولا أنا نمشي معه منظر في كليمتين قبل الأخبار صندوق النقد الدولي نجم يتراجع في الاتفاق المبدئي مع تونس لا أنا نقول صندوق أهم شو نقول هاي لكم بالوضوح المصالح الأمريكية هما وراء اللفامي هما المحدين الأمريكان ما حشهمش بش المنطقة تدخل في اتون اضطرابات اجتماعية وتفور الجزائر وتنزم أها ليبيا وضح شكرا لك منظر نرجو لكم بعد الأخبار نوصل معكم برايم تايم متغير